أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين الحقيقة عايزة أتكلم مع حضراتكم قبل مبدأ في أخبارنا أخبار البيت الكبير النادي الأهلي عايزة أتكلم مع حضراتكم عن كأس الأمر الأفريقية كأس الأمر الأفريقية ما بين الإلغاء وما بين أن هي تتعامل الحقيقة خلال الأيام اللي فاتت أو خلال التلات أربعة أيام السابقة الحقيقة كل الكلام أو كل الاتجاهات رايحة أن هذه البطولة سيتم تأجيلها إلى شهر ستة اللي جاي أو حتى من الممكن جدا أن يتم إلغاءها ولكن اليومين اللي فاتوا أو مبارح لغاية النهاردة الحقيقة هناك تحفظ شديد جدا من الاتحاد الكاميروني منذ أن فاز سامويل إيتو نجم كبير ونجم برشلونة ونجم نجوم العالم الحقيقة واحد من أفضل اللعابين في أفريقيا لسنوات طويلة جدا سامويل إيتو أصبح رئيسا للاتحاد كرة القدم الكاميروني وبالتالي هو واخد الموضوع أن بلده تستطيع أنها تنظم وكل الأمور جيدة وأن كل حاجة كويسة والحقيقة رايحة في اتجاه أن سامويل إيتو ومجموعة العمل اللي موجودة في الكاميرون مصممين على أن البطولة تتلعب والحقيقة سامويل إيتو بيتكلم مع كل الناس وبيتكلم مع الاتحاد الدولي ومع الاتحاد الأفريقي أن لا البطولة ينفع تتعامل على الرغم من التأكيدات كل اللي جان اللي بتروح للكاميرون بتقول آه الاستادات نفسها خد بال حضرتك أنت عشان تنظم كاس أمم في مصر مثلا بيحصل إيه لازم ما بين الاستاد العادي الاستاد اللي هتتلعب فيه المباراة واستاد التمرين العادي لازم يبقى فيه طرق تودي وتجيب وطرق سهلة وطرق قريبة وقطلات كبيرة وقطلات فايف ستارز والكلام ده كله ده إحنا مش موجود قوي في الكاميرون اللي جان اللي بتروح هناك بتقول هذا الكلام لجان الفيفا أو لجان الكاف اللي بتروح حتى الآن بتقول هذا الكلام بتقول أن الطرق حتى الآن لم أنا الحياة ما عرفش ما عرفش قال الكلام ده صحيح ولا مش صحيح لأنه كل الأخبار دي بتيجي من صحف أوروبية أو تقارير أوروبية وحضراتكم عارفين أن أكثر المتضررين من أن البطولة تتلعب في كأس الأم الأفريقية تتلعب هو الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي لأن كل الدوريات الأوروبية تضم كثير كثير جدا 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 من اللاعبين الأفارقة اللي بيروحوا لمنتخبات بلادهم وبالتالي الأندية الأوروبية بتاعتهم بتفتقدهم أيضا في كلام على أن كوفيد 19 أن الأمور منتشرة جدا في الكاميرون هل الكلام ده صحيح ولا مصحيح محدش عارف الحقيقة فكل الأندية الأوروبية خايفة أنها تودي لعيبتها علشان محدش يحصل له حاجة هل الإجراءات الاحترازية متواجدة في الكاميرون ولا لا هو ده الكلام اللي بيخش منه الجانب الأوروبي أن هم عايزين يبقى فيه إجراءات احترازية وفيه كان هناك شكاوى سابقة من أندية أوروبية للفيفا وللكاف بخصوص الإجراءات الاحترازية في بعض المنتخبات في بعض المنتخبات وهددوا كتير جدا خلال الفترة السابقة الأندية الأوروبية أنها مش هتبعت لعيبتها لهذه المنتخبات تحديدة لأنه كان هناك فيه لعيب منهم مثلا في وسط وغرب أفريقيا راحت ولعيبة جات واللعيبة خارجت ما بين أسبوعين وثلاثة واربعة في كوفيد-19 وبالتالي الناس كلها بتتكلم في هذا الأمر هل ستقام كأس الأمم الأفريقية ولا لا محدش عارف ولكن الأقرب تأجيل البطولة لشهر ستة وزي ما قلت لحضراتكم العقبات أن في شهر ستة ده موسم هطول الأمطار الموسمية كمان يعني بتبقى أمطار ليل نهار ليل نهار والملعب هيبقى فيها مشكلة كبيرة معرفش برضو هل يمكن أن يتغلب الكاميرون على هذا الأمر عموما هنشوف إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة ولكن زي ما قلت لحضراتكم تحركات الاتحاد الكاميروني وتحركات سامو الإيتو لا يا صدى لأنه هم كمان بتادوا يتكلموا سامو الإيتو بتادى يتكلم على أو الاتحاد الكاميروني بقى والأفريقى بتادوا يتكلموا على أن العنصرية وأن يجب أن البطولة دي تقام لأنها البطولة دي تمثل أفريقيا فبالتالي دخلت في اتجاهات تانية خالص هنشوف مين اللي هيكسب في هذه الحرب الدائرة الحقيقة ما بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي على جانب والاتحادات الأوروبية أو الدول الأوروبية من ناحية إيه اللي هيحصل هل دول الأوروبية شايفة أن عندها حق في النهاية الإجراءات الاحترازية لو الإجراءات الاحترازية تمام ما فيش مشكلة أن احنا نبعت لعابتنا فهنشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام القليلة القادمة ونتمنى نتمنى إن شاء الله أن يحدث اللي فيه صالح الرياضة في مصر وفي أفريقيا وفي العالم كله إن شاء الله